اشتركوا في القناة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة واصحاب السعادة النواب وفي مستهل الاجتماع اكدت رئيسة مجلس النواب ان توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله ورعاه من اجل خدمة الوطن والمواطنين وتسخير كافة الامكانيات للتقليل من اثار وتداعيات الجائحة تشكل لنا جميعا منهاج عمل وطنيا لضمان صحة وسلامة الجميع ومن اجل تقديم الدعم اللازم لكافة الفئات والقطاعات الاكثر تضررا معربة معاليها عن بالغ الشكر والاعتزاز لتعاون المتواصل والمستمر بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يليه سموه من جهود رفيعة ومتابعة حثيثة وقيادة متميزة لفريق البحرين وأوضحت معاليها أن الاجتماع المشترك يأتي في ظل استمرار تعزيز التعاون الفاعل المشترك بين مجلس النواب والحكومة الموقرة وأن الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة التي تتبعها مملكة البحرين والنابعة من الاهتمام البالغ والرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى تعكس اهتمام الدولة بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بما يحافظ على صحة وسلامة الجميع وخلال الاجتماع استعرض الوفد الحكومي آلية وتفاصيل تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية كما تم الرد على استفسارات السادة النواب وملاحظاتهم